للصيام في رمضان فوائد صحية عديدة شرط اتباع رجيم صحي والانتباه إلى نوع وكم الوجبات المستهلكة ولمعرفة المزيد عن مواصفات وشروط الرجيم المناسب في شهر رمضان المبارك وما هي الأطعمة والمشروبات المناسبة في الصيام وكيف نتناولها يشرفنا في استوديو يوم جديد الدكتور محمد صلاح استشاري التغذية صباح الخير ورمضان كريم صباح نور صباح الخير دكتور ينعد عليك رب الخير كل سواء تايبين يا رب رمضان كده كله خير وعبادة وصحة شكرا شكرا دكتور دكتور كتير أشخاص باتباعوا رجيم قاسي في رمضان بيحتبروا أنه سنة كاملة ما بيعملوا رجيم بس رمضان هو الشهر الوحدي بيقدروا يعملوا فيه رجيم وهذا الشيء ممكن يأثر عليهم صحيا شو هي مواصفات رجيم في رمضان وكيف ممكن يتبعوا؟ هو بالعكس وشهر رمضان بصراحة من فوائد الصيام الأسية أنقاس الوزن يعني المبدأ في شهر رمضان إحنا بنخس مش بنزيد حتى مع العادات الكتير في الأكل والعظمات وكده بس النظام معمول بطريقة الأكل بتاعته التخصيص بصحة جيدة كمان لأن زي محاديك بتقولي التخصيص ليه شكلين فيه ناس بتخس بس حسين صحيتهم أو بتخصيص سلبي شوية حتى لو كان الوزن بينزل وفيه تخصيص بيكون ليه راونق وليه صحة هو معتمد على إيه اللي بينزل في الوزن فإذا كان نزول الوزن من الضهون في الجسم فالضهون أعتقد هي اللي بتدي حجم مش كويس أو بتبقى حمل على الجسم أما إذا كانت تخصيص من العضلات بتاعت الجسم ده التخصيص السلبي بس هلأ دكتور كتير الأشخاص صاروا يعني يزيد وزنهم برمضان مش يضعفوا أيوان فليه؟ ماشي بقى هنا كده أكيد فيه عادات خاطئة جدا بشكل يعني صارخ هو الزويدهم في الوزن إن حيفضل برضو المبدأ الأساسي إن لو حد أكل بطريقته العادية وهو صايم فهو هيخص قطعا يعني فأكيد فيه عادات خاطئة قوي أعتقد سبب الأساسي هنا هو إن الشخص خايف جدا من السيام خايف من الإحساس بالجوع فبيأكل أكتر من المعادلات المطلوبة بيأكل فوق الطاقة الطبيعية مع كمان أنواع الأكل بتبقى دسمة جدا جدا أو فيها حلويات كتير ودي من الحاجات المشروعة قوي في المجتمعات العربية كل شهر فالأسف بقى الوزن سيد كمان يعني فترة الصيام الطويلة يعني اللي هي يمكن تقريبا 16 أو 17 ساعة بالنهار وبيجي لوحد على الإفطار يعني عاشية فبدي يأكل كتير كمان بيكون كتير جوعان فهون يمكن بتصير الموضوع الخطأ شوي زيادة الوزن بس بقى الجوع خوف لأن في الحقيقة أن لو صمت فترات طويلة زي كده المعدة عندنا من الأعضاء في الجسم اللي بتزغر وبتكبر مع الحجم مع الوقت حتى اللي بيعمل عميات تصغير المعدة متوقع بعد سنتين لتلاتة المعدة ترجع تاني تكبر شوي يعني هو ربنا سبحانه وتعالى خلقها بالقدرة دي في السيام 16 ساعة أو 17 ساعة بيخلي المعدة تصغير حجما وبالتالي الطبيعي أنا ما أكلتش أكلات كتير أما اللي بيخليني أكل كتير أوي كده هي بقى درايف يعني مخ بيخاف فالشخص خايف شوي من الجوع أو حاس من فترة الأكل قصيرة والأصناف كمان الطيبة اللي بتكون على وجبة الإفطار على مائدة الإفطار يعني الواحد بيقول أنه أنا لازم أكل من هاي دي ومنها ومنها فهون كمان أدام مهم يعني الواحد أنه وقته بده يعني يتناول أول وجبة اللي هي بتكون الإفطار يعني بالليل فبتكون شوي محددة ومنظمة هو الحقيقة العزومة حتى لو أنا سيب الناس بتتعزم براحتها كده بتلاقيهم أكلوا برضي بيأكلوا خفيف العزومة مشكلتها اللي جنب بيقى في العزومة هو بقى لازم أنت خلصت أكلها لازم تكل من ده وده فهي عدد صارقة يعني بيتخنوا بيبقوا فعلا تجاوزوا قوي كل الحدود والخطوط في الأكل فتخنوا لكن لو خدوا طبعيتهم في الأكل ممكن رازني ينزل يعني حتى حتى النهاردة نقدر نتكلم على طريقة سهلة جدا أنك تاكل الأكل كويس معتاد طعمه حلو بيشبع وتبقى نتيجة في الأكل رازني بينزل مش بيزيد أجيد طبعا رح نحكي بهذا الخصوص طيب دكتور يعني اليوم يعني كيف فينا ننظم الأكل للناس اليوم حضرتك كاستشارة تغذية كيف فينا نقول لهم أنه يا جماعة يعني شوي شوي كمان برمضان مش تاكلوا يمكن كميات كتير كبيرة وفي كتير ناس كمان يمكن بتأكلوا الأكل كمان مثل ما قلنا يعني السحور مشان يتفايدوا الخوف من الجوع فكمان قداموا هم واجبة السحور أن تكون منظمة لوقتها يعني الشخص كمان بده يصحى على شغله ويروح على شغله ما يحس لا بيجوع ولا بيعطش هو أنا بصراحة النفسي الأول كل ناس تعتقد اعتقاد أساسي أنه لو أكل كتير جدا جدا فنتيجة عكسية هو كده بيزود الإحساس بالجوع نعم ولو شرب كتير جدا جدا قبل النوم يعني أصره أن يشرب فوق العادي فالميا دي أصلا ضيارتك يعني هو هيصحى منهم يخش الحمام كتير مزبوح ويعطش مزبوح فالمبدئين دول يحطوهم بس في الاعتبار لو أكلت كتير جدا أو شربت كتير جدا أنا هجوع أكتر وهعطش أكتر فده ما أبدأ وعشان تخبر عن الناس بكده قلهم خليها نجرب خليها نتعاشها أو نتصحر صحور خفيف وشوف النتيجة تاني يوم بالعكس تلاني أفسك نايم أحسن الجهاز الهضمي أحسن ما حسيتش بتجوع خالص تحد الإفطار بينما لو أكلت أكلة تقيلة لأنت هتصحى تعبان أكتر ومرهق وجهاز الهضمي مضطرب وبتجوع أكتر كمان يعني هاي تعتبر إشادات من حضرتك للمشاهد لحتى يتبعها في شهر رمضان بس السؤال الفضولي عندي شو بيختلف الرجيم العادي عن شهر رمضان لا فيه فرق كبير جدا أكيد كلمنا دكتور يعني مثلا لأنه فيه أشخاص طبعا يعني ما بيروحوا لخصائي أو استشاري تغذية لحتى يتبعوا رجيم معين في رمضان لا على هواهم على مزاجهم فبتلاقيهم بيفوتوا برضو أنهما برضو بيكون فيه اللي هو فالسايد افكت لرجيم في رمضان كويس أول عشان نتجنب السايد افكت هو أولا يتطمن أن فاطرة اللي هو صايم فيها من أدان الفجر لحد أدان مغرب فهو عنده مجموعة من الهرمونات المحترمة اللي هي بتديله الطاقة والحيوية من خلال الدهون المتخزنة فما فيش أي قلق من هو يتعب أو يضوخ أو يقع ويجي له مضف السكر في الظروف الطبيعية لو مش بياخد أدوية أو كده فدي أول حاجة مهمة لما بيبتدي الفطار هو كل مطلوب بس من الناس إن هي تنظم أكلها واحدة واحدة يعني ما بتديش بالفطار بوجبة رئيسية قوية يفضل تكتيب الأكل لو أنا ابتديت مثلا بوجبة خفيفة منعشة الطمر كغذاء مع ميا أو الطمر مع مثلا لبن أو حديب يعني خلي الدسم كوجبة بدائية كده عشان جهازات مشتغل وبعد عشر دقائية أو رابع ساعة أبدأ أخذ الفطار بتاعي أو بعض المجتمعات الخلاجية بيأخر بياخدوا بعد ساعة ويمكن بعد ساعة العشاء كمان بيبدأ ياخد وقبة رئيسية كاملة هي فيها كل العناصر كاملة على فكرة يعني كاربوهايدريت ما فيش مشكلة ودهون وبروتينز وقبل الفجر مباشرة بياخد وقبة السحور بتاعته بقى أحلى نظام بيتجنب تماما مية في المية أي أصار سلبية للسيام أو طعب وبنلاقي النتيجة فعلا بالأجهزة بتاعت القياس دهون بتنزل بشكل دراماتي يعني دهون زول حقيقي وعضلات كومبليكي برزارفت يعني عضلات زي ما هي بس في أشخاص بياخدوا فكر دكتور أنه من بعد الساعة سبعة وهذا الطبيعي أنه ما ناكل شي فيه أي شي كاربوهيدرات أو أي شي ممكن يكون فيه يزيد الوزن لهيك برضه في رمضان بيطبقوا هاي المقولة لأن في فرق لو أنا مش صايم فأنا أخدت الفطار بتاعي وأخدت الغدى بتاعي بعد الساعة سبعة أي أكل حاكله هيكون أكسرا كالوريز وهيتخزن وجدت في الوقت بتاعي بالليل بس خطتها توجبات خفافة عدد ساعة الأكل حتى قصيرة فأنا متأكد ماء في الماء أنك مهما أكلت مش هتأخذ الكالوريز الضخمة هيفضل مشكلتنا تاني بس أنواع الأكل والسويتس كتير والحلوات الكتير اللي هي الكالوريز الأكتر من الطبيعي ده اللي ممكن يتخن الشخص بس أنا عايز نداس برضه في الأسبوع التاني والثالث ورابع في رمضان بس ما يخافوش يعني جربوا أنهما يكلوا أكل معتدل وحيلاقوا أنهما شبعانين جدا وأداءهم أحسن والوزن هينزل ماء في الماء طيب يلي اليوم بده يتبع رجيم رمضان شو هي المشروبات يلي ممكن تساعده لكمان يقدر يحافظ على هذا الرجيم ودي حاجة برضه مهمة جدا المشروبات من الحاجات اللي ما بتبقى يعني خاطئة بتزود الوزن جدا كل المشروبات الصناعية والحاجات اللي هي فيها مواد حافظة دي يفضل تجنوبها مية في المية كابرية يعني كلها خالية من الفايدة والفايدان كل العصير الطبيعية بتاعة الفواكه بسكر خفيف ممتاز جدا المشروبات الرمضانية الناس بتحبها الكركادي والطمر هندي ممكن كده بسكر خفيف جدا هيبقى نتكتر حلوة جدا وحيدي أحساس بالارتواء وفي نفس الوقت كالرزق العيلة طيب والأشخاص اللي بيمارسوا رياضة برمضان كتير هما أصلا قبل رمضان بتلاقيهم ملتزمين بالرياضة بس برمضان بتكاسلوا فكيف ممكن ان هما يجددوا حيويتهم برمضان وانهم يلتزموا بالرياضة فعليا وكيف حضرتك قبل شوية ذكرت انه برمضان فيه أشخاص بيمارسوا رياضة وبيحافظوا على عضلات جسمهم كيف يهم يحافظوا العضلات جسمهم بدون ما ينقصوها أحلى طريقة لرياضة قبل الفطار على طول ميلد اكسرسايز يعني ماشي خفيف جدا أو حتى يعني ماشي المدة معينة 45 دقيقة 60 دقيقة ده بيستهلكش طاقة جامدة أو بيحرك من خزن البيهون أكتر دي الناس اللي عايزة تنزل في الوزن أما الناس اللي عندهم بناء عضلات أو بيعملوا اكسرسايز عشان يبنوا عضلات أكتر يستحسن ينظم الأكل بترقل قلت لحضرتك عليها واجبة نشويات خفيفة جدا طمر بحليب أو واجبة معتادلة أو شربة خضار أو شربة لسنة صفور حتى قبل مع أدنى المغرب ممكن يلعب الأكسرسايز اللي هو عايزه بأي أحمال هو عايزة تدريبية وحيجع ياخد واجبة رئيسية غنية بالبروتين بعد التمرين مباشرة لحوم أو أسماك أو فراغ بروتين حيوي حقيقي وياخد صحور بتاعه أي إن كان طريقته حيطلع نتيجة هاي لابناء العضلات طب آخر سؤال دكتور قبل ما ننهي الفقرة إحنا لازم نتكلم عن دور المية بشهر رمضان لأنه الطبيعة بشهر رمضان واحد يشرب لترين مية كيف يقسمها بشهر رمضان وهي دي النصيحة حقيقة اللي أوربتي السؤال إنك تشرب لتنين لتر على بعض ده أكيد هيعمل طلبك معوي شوية ويعمل عصر هضن هو بقى تنظيم المية في 8 ساعات دول كل ساعة كبيرة مية دي أحسن طريقة بتعمل ارتواء كويس للجز وفي نفس الوقت ما بعملش عصر هضن أو تعب يعني اللي ترين مية عبارة عن 8 أكواب تقريبا أو 7 أكواب يكفوا جدا كل ساعة تقريبا كبيرة مية كبيرة ونص حيبا دي أحسن طريقة شرب مية طول الشهر تمام يعني كل الأشخاص يلي بدون ينقصوا وزنهم أكيد بيكونوا استفادوا اليوم من اللقاء مع حضرتك دكتور ويعني بنتمنى هذا الشهر يعني كمان يقدروا يحافظوا على جسم ومن نفس الوقت أكيد يعني يقوموا بالصوم وبنتمنى لك رمضان كريم وشكرا لألك دائما يعني استقبالك عندنا بيكون في معلومات قيمة شكرا لألك وأتمنى بصراحة الناس تستفيد شوية وتركز الآن الجايين دولا حيحسوا بنتيجة حلوة قوي في الوزن إن شاء الله دكتور نوارتنا في المجديد شكرا لأوجودك معنا شكرا لأك شكرا لأك